السلام عليكم، يشكل القولون العصبي تحدياً صحياً يؤثر على حياة الكثيرين حيث يتسبب في مجموعة من الأعراض المزعجة مثل الانتفاخ والغازات وآلام البطن والإمساك أو الإسهال المتناوب وعلى الرغم من التقدم في العلاجات الطبية إلا أن الكثيرين يبحثون عن بدائل طبيعية لتخفيف أعراض القولون ومن بين هذه البدائل تأتي الأعشاب الطبيعية لماذا الأعشاب؟ قبل الإجابة على السؤال، عزيزي المشاهد فضلاً وليس أمراً لايك واشتراك أمر مهم لنستمر وتنتشر الفائدة تتميز الأعشاب الطبيعية بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادة للتقلصات مما يجعلها خياراً جذاباً لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي كما أنها غنية بمضادات الأكسيدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف وتعزيز صحة الجهاز المناعي أهم الأعشاب المستخدمة في علاج القولون النعناع يعتبر النعناع من أشهر الأعشاب المستخدمة لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي حيث يساعد على استرخاء عضلات الأمعاء وتخفيف التشنجات وتهدئة الأعصاب يمكن تناوله كالشاي أو إضافة أوراقه الطازجة إلى الطعام الينسون يتميز الينسون بخصائصه المهدئة والمضادة للتشنجات مما يجعله فعالاً في تخفيف آلام البطن والانتفاخ يمكن تحضير شاي الينسون وتناوله دافئاً الشمر يعتبر الشمر من الأعشاب المفيدة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي حيث يساعد على طرد الغازات وتخفيف الانتفاخ وتحسين الهضم يمكن تناوله كالشاي أو إضافة بذوره إلى الطعام البابونغ يتميز البابونغ بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للتقلصات مما يجعله فعالاً في تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الالتهابات يمكن تحضير شاي البابونغ وتناوله قبل النوم لتحسين النوم الكوركم يحتوي الكوركم على مادة الكوركمين والتي تتميز بخصائص مضادة للأكسيدة ومضادة للالتهابات مما يساعد على تخفيف الالتهابات في الجهاز الهضمي وتحسين الهضم يمكن إضافة الكركم إلى الطعام أو تناوله ككبسولات الزنجبيل يتميز الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للتقلصات مما يساعد على تخفيف آلام البطن والغثيان وتحسين الهضم يمكن إضافة الزنجبيل إلى الطعام أو تناوله كشاي عزيزي بما أنك وصلت لهذه اللحظة فضلاً وليس أمراً لايك واشتراك لتعم الفائدة كيفية استخدام الأعشاب لعلاج القولون الشاي تعتبر طريقة تحضير الشاي هي الطريقة الأكثر شيوعاً لاستخدام الأعشاب لعلاج القولون يمكن تحضير الشاي عن طريق غلي الأعشاب في الماء الساخن ثم تصفيته وتناوله دافئاً المكملات الغذائية تتوفر العديد من المكملات الغذائية التي تحتوي على مستخلصات الأعشاب مثل الكركم والزنجبيل يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية إضافة الأعشاب إلى الطعام يمكن إضافة الأعشاب الطازجة أو المجففة إلى الطعام لإضفاء نكهة لذيذة والاستفادة من فوائدها الصحية فوائد استخدام الأعشاب لعلاج القولون تقليل الأعراض تساعد الأعشاب على تخفيف الأعراض المزعجة للقولون العصبي مثل الانتفاخ والغازات وألام البطن تحسين الهضم تساعد الأعشاب على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء تقليل الالتهابات تساعد الأعشاب على تقليل الالتهابات في الجهاز الهضمي مما يساهم في الشفاء أمان نسبي تعتبر الأعشاب بشكل عام آمنة للاستخدام ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدام أي أعشاب جديدة خاصة إذا كنت حاملا أو مرضعة أو تتناول أدوية أخرى ختاما تعتبر الأعشاب الطبيعية خيارا آمنا وفعالا لتخفيف أعراض القولون العصبي ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدام أي أعشاب جديدة من خلال الجمع بين العلاج بالأعشاب وتغييرات نمط الحياة الصحية يمكن للكثيرين تحقيق تحسن كبير في جودة حياتهم ترجمة نانسي قنقر